حسن الخلق يحتاج إلى طرويد النفس وإلى ممارسة وإلى تعويد يعني أن تصبح عادة خصوصا عندما يكون هناك بيئة غير مشجعة لو فرضنا أنه في بعض العادات الأخلاقية السيئة أخذها الشخص من بيئته سرعة الغضب مثلا الثقر المشاكل إلى آخرين غصب حقوق الناس أكل أموال الناس بالباطل قال لك هذا مو قدر يعني ما لازم تسلم أنه أنا هيك أنا هيك ربيت أنا هيك إنشأت إش ولا بقى بدي تغير لا بقى تتغير يقول أن الإمام علي عليه السلام روضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة فإن العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول النبي صلى الله عليه في الخطبة المشهورة والمعروفة في استقبال شهر رمضان أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام